دعاؤه عليه السلام إذا مرض أو نزل به كرب أو بلية اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني ولك الحمد على ما أحدثت به من علة في جسدي فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك وأي الوقتين أولى بالحمد لك أوقت الصحة التي هنتني فيها طيبات رزقك ونشدتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك أموقت العلة التي محستني بها والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل على ظهري من الخطيئات وتطيرا لمن غمست فيه من السيئات وتنبيها لتناول التوبة وتذكيرا لمحو الحوبة بقديم النعمة وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكلفته بل إفضالا منك علي وإحسانا من صنيعك إلي اللهم فصل على محمد وعاله وحبب لي ما رضيت لي ويسر لي ما أحللت بي وطهرني من دنس ما أسلفت وامحو عني شر ما قدمت وأوجدني حلاوة العافية وأذقني برد السلامة وأجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك ومتحولي عن صرعتي إلى تجاوزك وخلاصي من كربي إلى روحك وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك إنك المتفضل بالإحسان المتطول بالامتنان الوحاب الكريم ذو الجلال والإكرام